مشاهدين الكرام الله يصبحكم بالخير مع التغيرات الدائمة في حالة الطقس خلال شهر أذار نحن في فصل الربيع والآن نستقبل شهر نيسان صحيح وأيضا ارتقينا أن نخصص الحديث عن الأحوال الجوية ولمعرفة كيف ستكون حالة الطقس خلال الأسبوع القادمة لمعرفة كمية أيضا الأمطار التي هطلت منذ بداية العام في مختلف المدن الفلسطينية يعني أجواء مختلفة بس عندنا يكون معنا من داخل الستوديو مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس يوسف أبو أسعد الله يصبحك بالخير يسعد صباحكم أهلا وسهلا الصباح الأخوة يمشاهدين يسعد صباح كيف أصبحت تمام؟ الحمد لله الله يخير كيف شعيف التقس اليوم؟ الطقس اليوم ربيع يعني لطيف يعني بداية كيف ستكون حالة الطقس بالأيام القادمة خاصة أنه في تقلبات في الطقس يوم عم بيكون الطقس جدا جميل تاني يوم بيكون فيه جو خماسيني بارد يعني هذا كمان بيحمل كتير من الأمراض ولكن تحكي لنا كيف ستكون حالة الطقس خلال الأيام القادمة؟ هذا اليوم الأيام القادمة الأجواء الربيعية يعني درجة الحرارة اليوم العظم تصل في رمالة 18 درجة في القدس 29 وهي حوالي المعدل يعني أعلى المعدل بدرجة مقوية واحدة أجواء ربيعية ولكن هناك ارتفاعات متالعة لدرجات الحرارة تستمر حتى يوم الثنين القادم ولكن الارتفاعات تكون طفيفة كل يوم ارتفاع عن الآخر ولكن بارتفاعات طفيفة لتصل اليوم الأحد أعلاها إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 7 إلى 9 درجات مقوية إذا قلنا معدل درجة الحرارة 17-18 في رمالة بتصل 26-27 العظمى يوم الأحد في مدينة رمالة يعني زيادة عن معدلاتها 7-9 درجات مقوية يوم الأحد كمان الأجواء بتكون مغبرة ولكن نسبة الغبرة بالجو بتكون خفيفة والرياح بتكون جافة الاثنين ترتفع كمان درجة عن يوم الأحد ولكن يوم الثلاثة انخفاض ملحوظ تنخفض 10 درجات عن يوم الاثنين فبترجع إلى معدلاتها السنوية العامة وزيادة في نسبة الرطوبة هذه هي أحوال الأجواء الربيعية بشكل عام الأجواء الربيعية من الربيع من 21-3 بظلة تقريبا 21-6 هذه الأجواء بتشهد دائما اللي هو بوجات من الرياح اللي تكون رياحة خمسينية رياحة خمسينية سمت بالخمسينية نسبة إلى هبوبها لفترة على خمسين يوم هذه الرياح بتبدأ من بداية الربيع بتستمر حتى عشرة أيار لخمسة لخمسين يوم بالفترة هذه تتميز يعني الرياح اللي فترة الربيع لقيت عشرة خمسة تتميز تأثير عرض فلسطين الزباقي منطقة شرق المتوسط بالأحوال الجوية الخمسينية هلأ الأحوال الخمسينية نحن نحكي عن هذا نعم لأنه هذا راح نشاهدها نعيش درجة حرارة مرتفعة بتهب من منطقة الصحراء الكبرى بتأثر على منطقة شرق المتوسط بما فيها الأراضي الفلسطينية بعدها باقيبها دائما منخفضات منخفض بتشكل هذه المخفضات الخمسينية في منطقة جبال أطلس بالمغرب العربي بتكون هناك الجبال العالية وعسان قربها للمحيط بتأثر في تكون رطوبة عالية وتسحب أمطار لمنطقة المغرب العربي هذه تعقب الرياح الجاف والحارة اللي بتأثر على منطقة شرق المتوسط اللي هي بترتفع نسبة الرطوبة وبزيد بتصير نسبة تساقط الأمطار بتكون أمطار خفيفة الأمطار هذي اللي بتسقط اللي بتأقب الرياح الشديدة للحرارة والجفاف بتعقبها بعدها بيومين بتأثر يومين أو ثلاث أيام بعدها بيجي اللي هي بتبرد الجو كمان ثلاث أيام نتيجة المخفض الخامسيني يعني بيخفض درجة الحرارة وبزيد الرطوبة والجو بتنقى وممكن أمطار تكون خفيفة فيها مهندس يوسف إحنا بنهاية شهر أذار مثلا بقولوا أذار أبو سبع تلجاتي كبار بس ما شوفناش تلج إلا بشهر تنين أو واحد تنين مش عارف ما هو الناس خصلوا لأحوال الجوية بداية قالوا ببون خفضات وبكفي مطر يعني الأمطار اللي أجت يعني أمطار خير هي الأمطار شو ما بيجي أمطار خير ولكن الأربع الأجت كان فيه تبكيز على المنخفضين المنخفضين هن جاب الموسم وهذا أثر على المخصول الشتاء والزراعة السؤال هون عن الأمطار بأننا بنهاية شهر أذار مع بداية شهر أربع إن شاء الله هل من المتوقع سقوط أمطار على المنطقة وهذا يبقى الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى إن الله دائما أعلى وأعلم نعم بشكل عام إحنا المعدلات السنوية العامة إلى ثلاثين سنة بنأخذ شو كمية المطر اللي بتهطل في فترة الربيع يعني من واحد والشين ثلاثة لغاية نهاية فصل الربيع تقريبا بسقط مطر ما معدله حوالي عشرة في المية من المعدل السنوي العام في فترة اللي هي فترة الربيع ولكن في بداية الربيع يعني إحنا ما زلنا في بدايته وإن شاء الله هناك منخفضات منخفضات خمسينية اللي تجرب الأمطار وأمطار تكون خفيفة زي ما حكينا ولغاية الآن الأمطار التي هطلت يعني كانت أمطار يعني معدلها ممتاز في مناطق شبال الضفة ووسط الضفة ولكن توزيح وين جابت أمطار كان ضعيف جدا توزيح كان سيء توزيع الأمطار اللي أجع لأن المحصول الشتوي بده كل سبوعين تيجي منخفض جوي لو 20 مليمتر يعني عساس سعة المحصول الشتوي أكثر منطقة كان نسبة الأمطار وين الأمطار التي هطلت يعني كان التي تعدت المية بالمية على المعدلات السنوية العامة كما يعني ذكرنا اللي هو كان منطقة رمالة يعني المدينة رمالة والمناطق الغربية إلى رمالة بالإضافة منطقة محافظة جين وخاصة المنطق الغربية ومحافظة طول كرم كلها تعدت المية في المية وصلت إلى 110% كل المناطق هذه منطقة طول كرم ذكرنا تعدات ولكن منطقة قلقيلة بين 95% معدلاتها السنوية العامة نحكي طول كرم 110% وصلت إلى 650 640 من كمية الأمطار الهاطلة مدينة رام الله وصلت حوالي 660 ملي متر زادت عن المعدل السنوي العام حوالي 10-11% منطقة القدس وصلت 25% معدلاتها مدينة القدس 585 معدلها ما وصلتش 550 يعني أقل من معدلاتها في مدينة القدس وبيت لحم وصلت إلى 300% محافظات جنوب الضفة الغربية محافظة الخليل لم تتجاوز معدل عن 75% معدلاتها السنوية العامة نحكي مدينة الخليل معدلها 600 ما سقطش عليها إلى 400 يعني مقارنة بالسنوات السابقة فهو أقل 438 لمدينة الخليل وهي وصلت حوالي 300% هي تعد منطقة جبلية محافظة الخليل 75% بشكل عام يعني منك يعني مجوزة 80 إشي 85 إشي 68 معدلها 75 محافظة خليل محافظة قطاع غزة من 50% إلى 75% فمناطق الجنوب وقطاع غزة لم تتجاوز يعني المعدلاتها بشكل عام عن 75% من المعدل السنوية العام بين محافظة شمال الضفة الغربية ووسط هذا مؤشر يعني بيكون مش منيح للمزارعين للمواطنين لأنه بما بيكون في مياه هو حباس المطر أثر على الجميع يعني حباس المطر لفترة طويلة أثر على كافة المحاصيل إن كان في المناطق التي تعدت عن 100% أصلا حباس المطر أثر على المحاصيل الشتوية وأثر على الأشجار المثمر كما أثر على المناطق الجنوبية ولكن المطر زي ما حكينا أنه انحصر أجل في مخافظين قويات جاء بحوالي 400 مليمتر 400 مليمتر هذا يعدن ثلاثين الموسم ولكن توزيح المطر دائما أهم من كميته لو أجل عندنا 400 مليمتر على مدينة رمالة وكان توزيحها توزيح بشكل كل سبعين في شتوى اللي تعطي 20-30 مليمتر هذه كفاية أحسن ما يجينا 800 مليمتر وليس موزع توزيح عادل وخاصة للمياه الجوفية والأشجار المثمر والمحاصيل الشتوية لو قررنا هذه الفترة بالتحديد عن فصل الربيع بالسنة السابقة كيف كان يعني كيف تذكر أنه كان في فصل الربيع كان في سقوط أمطار العام الماضي نعم العام الماضي يعني حتى بشهر ثلاثة أجل ثلوج كان في الخيل وصل لعشرة خمساشرة ثلاثة ثلوج وخليل بثمانية تقارن ثلاثة فيماية ما هو نقارن مع معدلات السنوات طويلة ويقارن مع ثلاثة سنة حتى هناك كيف تقارن في الأمطار والمنخفضات ما بين سؤال عن الثلوج كيف تقاس كمية الثلوج مع الأمطار أنه هل بتكون إن كان فيه منخفضات ثلجية مثل اللي شاهدتها المنطقة قبل شهرين هاي بتزيد من كمية الأمطار على سبيل المثال في رمالة كان فيه هون تلجي منيح بالخليل وصلت 40-50 سنطة بعد المناطق فهذا بيعطينا دليل أنه الثلج بتزيد من كمية المياه ولا المختلفة لا الثلج بزيد ولكن الثلج يعني كيف يقاس الثلج في الأرصاد الجوية الثلج يقاس بطريقتين يا إما أنت تيجي على منطقة مستوية منطقة مكشوفة بتأخذ على عمق الثلج يعني كل 10 سنتي ثلج عمق باطن 1 سنتي مطر ما يعادل بالمطر يعني 10 سنتي ثلج سمك يعني 1 سنتي مطر أو ما يعادل 10 مليمتر مطر هذه ناحية ناحية ثانية تيجي على مكياس المطر لأننا في المحطات الرزي الجوي مكياس المطر بأخذ الثلج اللي سقط في المكان تجمع المطر فيها بالثلج بتراكم بناخذ الكمية هذه يام بنسخنها على النار بنذوبها بنقيس كمية المطر اللي فيها أو بنجي على سمك الثلج منطقة مكشوفة هيك بقاس الثلج عالميا حسب نظام دولي هذا القياسات الأخرى يعني اليوم كانت علمنا عن معلومات عن الأرصاد الجوية شكرا أنا زرت محطة الأرصاد الجوية وكانت شغلات فعلا غريبة ما بتوقعهاش أنه بيكون فيه أكثر من جهاز قياس الهوى الضغط الأمور كثيرة نعم هذه المحطات اللي عندنا محطات عالمية يعني ما هو وجوث محطة الرزي الجوي في رمالله أو في الخيل أو في جينين هو موجود في أي محطة في العالم من حداثة لأن هذه مواصفات عالمية ودقة في القراءات نعم دقيقة حمد لله رب العالم خاصة أنه يعني بتذكر كمان قبل ما كان في تلج يعني كان في عندنا صدافة لحضرتك وكانت توقعات بزلط زي ما كان في يعني دائما نسق في هذا المصدر منشكرك كتير على وقتك منتمنى لك نهار سعيد وأكيد تحياتنا كمان لكل الطاقم اللي عامل في الأرصاد الجوية الفلسطينية وهيك نكون انتهت فقرتنا وأكيد ريحنا ننتقل اليوم ونشوف إيش أبراجنا بتحكي لنا في فقرة برجك اليوم